وجه قداسة البابا فرنسيس كلمة بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي عبر فيها عن ألمه أمام ما يحدث في إسرائيل وفلسطين وعن قلقه أمام الحصار الذي يتعرض له سكان غزة وشدد قداسته على أن السلامة هو ما يحتاج إليه الشرق الأوسط مشيرا إلى أنه يتابع الأحزاث في غزة متوقفا عند الأعداد الكبيرة من القتلى والجرحة وذكر البابا أنه يصلي من أجل العائلات المنكوبة التي تحولت حياتها إلى بؤس وحدات ودعا إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة المحاصرين في قطع غزة وقال أرجو بشدة ألا يصبح الأطفال والمرضى والمسنون وجميع المدنيين ضحايا للصراع مناشدا المتحاربين إلى عدم إراقة المزيد من الدماء البريئة في الأرض المقدسة